اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه الاسم ده وانت كنت بتعمل ايه في صدرة المنتهى وهنتكلم في انه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشوية الجربيع دول ومشي وراه اليسار المخصي اليسار الغربي المخصي فبقى عندنا حاجة كده اسمها الاسلاموفوبيا اختراعها يعني هذا الكلب الجربوع المختصب اللي اسمه طريق رمضان ومشينا بقى احنا عليه ودلوقتي احنا بنوعاني من فكر هذا المقفون المعتوب حفيد الكلب الجربوع احمد البنة معي والازفتي البنة فكررنا ان احنا بدلا ما نسميها خيرو امه لي ان خرجت للناس نسميها خيرو عنزة اخرجت وده فعلا اقرب الى الواقع يعني هو الموضوع ايه عبارة عن سباق المعيز الدولي فهذه العنزة في السباق المعيز الدولي خرجت لنا عرطيس بس ده كده اللي احنا شفناه في هذه الحقبة اللي هي 1400 سنة هذه العنزة الدولية في سباق المعيز الدولي اخرجت لنا شوية عرطيس ايه اللي حصل بقى اللي حصل ان هذه العنزة التي اخرجت لنا عرطيس عملت لنفسها شوية قوانين كده منها ان انت لو تعديت على الدين الاسلامي يتم محاسبتك واللي يدور في التاريخ هذه الدول الاسلامية المتعقبة تجد من الاجرام ما تشيبه له رؤوس الولدان يعني مثلا لو رجعت في مصر مثلا كان مئة سنة كده لورا ايام الدولة الايوبية والهارية ده تكتشف ان كان بتحصل كده مذابح جماعية للناس اللي هم مش مسلمين عشان خاطر ايه فيه حادثة حصلت مع واحد مسلم مثلا او حاجة زي العودة العمرية مثلا الكلام ده هو لهذا الاجرام فعارف انت لما تجدب كده وبعدين تفضل تقررها كتير في الناس تصدقها لما تبقى انت جربوع وتفضل تتكلم عن نفسك كتير ان انت عظيم فبعد شو انت بتصدق ان انت عظيم وتبتدي تتصرف بناء على هذه العظمة اللي انت اخترعتها اللي هي مش موجودة في ايه حتة غير في مخيلتك انت فقط يعني اللي حصل ان هم عملوا هذا الدين المدعو بالدين الاسلامي وقرروا ان هم من حقهم ان هم ينتقدوا اديان الناس كلها مفيش مشكلة انا ممكن اطلع في كتاب بتاعي او في الاحاديث او في السنة او في السيرة وكل الخرف ده واقول كفر الذين قالوا ان الله سلس سلاس كفر الذين قالوا ان النساء عيسى ابن مريم مش عارفين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرض على القتل والقتال اقتلوهم حيث وثقفتمو وطبعا يطلع المراععاتي يقول لك لا اصلي دي كانت لعصرها ودي كانت لزمنها ودي كانت في حتة معينة ودي لمواغزة في حتة معينة او العصرها ولزمنها دي مش موجودة بينك وصين في النص ساعتك مش موجودة بقيت الاجرام تكمل بقى على الاجرام فاللي هو ايه انا من حقي اشتم اديان الناس كلها من حقي اقول المجوس والمش عارف ايه والاديان التانية واللي عبدت الاصنام يا ولاد دي للكلب وقال لكم مط لكن محدش تلمس الدين بتاعي تلمس الدين بتاعي اعمل لك كحاجة اسمها اصدارها قدينة طيب انت عقدتك نفسها مش انت ده العقيدة نفسها والمصوص بتاعتك ومؤسس الدين اصداره قدينة الناس تانية عادي لان انا عظيم بتش اخد بالك ان انا عظيم طيب طيب ايه تانية عند ساعتك تفيد بالبشرية الفايدة اللي عدت على البشرية ايه من هذه الفكرة ان احنا عظماء وننتقد اديان الناس التانية برحيدنا لكن حدش انتقد دينا مذابح ومجازر على مدار التاريخي الاسلامي اي حد يقول اي حاجة مش عاجبة الحاكم الاسلامي مش عاجبة المفكر الاسلامي العظيم ابن تايمية مثلا يوكتر فكانت النتيجة الجميلة على البشرية العائد اللي البشرية استفادت منه هو كمية كبيرة جدا من القتل والاجرام والتعصيل ووضع القوانين للاجرام والقاتل الناس عشان خاطر افكارهم مش اش خاطر عامل حاجة يعني هو قاعد كده قال مثلا ايه الفكرة الاسلامية دي مش عاجبة يوكتر هو كل اللي عامل هو ايه فكرة قال فكرة يوكتر اللي اشد من كده بقى طلع لنا هؤلاء المغفلين والمعاتيه قال لك ايه الرسول ربنا انت لو غلطت في حقه ممكن ربنا سامحك واكتب بقى ايه الصرم المشلول على شتم البعرور ااا لو شتمت الرسول بقى محدش مش من حقك يعني حتى لو تبت لزم تبتر ليه عامل اصلا الرسول مات فطالما هو مات مقدرش يسامحك واحنا ما نقدرش نسامحك وما نقدرش نسامح في حق الرسول فنفضل نعزم ونفخم في هذه الشخصية جدا لدرجة ان انت تعمل فوبيا للناس بالارهاب بتاعك انت مش عامل فوبيا للناس بعظمة الشخصية يعني لو في شخصية محترمة على مدار التاريخ بتفرد احترامها على الناس ولو طلع مجموعات مثلا او ناس انتقدت الشخصية دي او شتمتها عادي مش هانتقص من عظمتها حاجة يعني لو شخصية ده بودة مثلا هزا الشخص عظيم ما حدش يقدر يقول ان هو مش عظيم الناس فرض احترامه على الناس بعظمته فما فيش حد دي بقى تشايل سيفه بيقول اللي هانتقص ده بودة هنقطع راسه لو اجتلع واحد في اي بقعة من بقعة العالم او في اي وقت من التاريخ قال ده بودة ده كان مش عظيم ولا كان زيفتي مسايع على دناغ ودناغ اللي جايبين عادي ما انتقصش مركض الراجل شيء لان الراجل فارد عظمته فارد احترامه على الناس بعظمته بس لو انت الوضع بالنسبة لك كده الرسول بتاعك عظيم هيفرض احترامه على الناس غزب عنه محدش هانتقده ولو انتقدته قلة هيبقى اللي هو عادي يعني تفف محيط ما تنتقد الراجل عظيم فارد عظمته على الناس من غير ما انت تتكلم ولو اتكلمت كلامك ما يؤثرش في حاجة ده ده تاريخ حافل ومشرف تتكلم فيه تقولي انت انما ايه بقى شخصية مجرمة زي دي نفرض احترامها على الناس بالارهاب تقول حاجة في حقه اقتلك الحاجة دي ممكن ما تكونش اجتيمة ده ممكن بالنسبة له يبقى ايه ان انت تقول بس ان هو مش رسول لأ دوكتر مش ان انت تقول مثلا ان هو ارهابي ان هو اختصب مثلا طفل عندها تسع سنين ان هو مثلا قتل اطفال بني كورايزة مثلا ان هو اصل لقوانين العنف والاجرام مثلا او ان هو كان زعيم عصابة ومشكل عصابة للسلب والناب لا انت مش هتقول كده ده انت بس هتقول ان هو مش رسول انا مش مسدى ان هو رسول دوكتر لان انت كده غلط في حقه لازم تمجده وتعظمه ده بديني دليل عظامته وهو كده غصب عنك عشان احنا هنقتلك لما قلت غير كده فضل الخرف ده ماشي على مدار الايام اللي كانت في دول اسلامية لها سلطة وسطه على الناس دولة الاموية والعباسية والفاطمية والاخشدية والمش عارف والبتنجانية وكل الهارية ده طب خلاص انتهى بسقوط هذي الامبراطورية القذرة الامبراطورية العثمانية انتهى الكلام ده خلاص لا انت مش دولة خلاص ما بقاش فيدك لا اطلع لك شوية ارهابيين يرهبوك في كل حد يرهبوك في عيشتك في كل حد هو كده هتحترموا غصبا طب هو مش محترم طب وريني ايه ده لقيل اللي احترام لا لو ما هيحترمتوش هاتيلك طب الدول الغربية المحترمة فتحت بابوابها للناس المهاجرين الناس اللي بتبحث عن لقمة العيش الناس الهربانين من حروب في بلادهم اللاجئين تروح هناك بقى بتشكر الناس دي لا ازاي مشكرش الناس دي لا ده ربنا مسخرهم لنا في الارض عشان نقعد عندهم انت بتاكل من فلوسهم ده بيديلك معونة ده انت جربوه ما بتشتغلش وبتاخد معونة احترم نفس لا نظرية العظمة والغطرصة الاسلامية ده هو ربنا مسخره عشان هو يشتغل وانا اخد من النسوس كده عالجالس الناس دي فديتك ده الناس بتعمل لك تطعيمات بتديلك الجهاز اللي يا متخلف الجهاز اللي انت ماسكوا في ايدك ده بتشتمهم فيه هم اللي عاملنوا لك عشان ربنا مسخرهم عشان احنا عظماء فنتيجة ان احنا عظماء ربنا بيسخرين للناس يعنوننا اختراعات ويعملوننا اكل ويسلفونا ولمواغزة ياخدونا عندهم لاجئين وكل حاجة النتيجة ان جاء عيل جار بوع مهاجر من الشيشان ومش مهاجر ده لاجئ ابوه امه جايين لاجئين من الشيشان فرنسا المحترمة فتحت لهم ابوابها عشان خاطر تستقبلهم كلاجئين عمل ايه بقى؟ شكر البلد اللي استقبلت ابوه امه ولما كانوا لاجئين بدل ما كانوا يترموا في الشارع بدل ما كانوا يتقتلوا راح قتل مدرس مدرس تاريخ ليه المدرس عمل ايه؟ قطع راسه مصور نفسه وهو بيطع اللي هو مش مثلا بيعملها كده خيف لا علني نشر الارهاب ليه؟ قص المدرس قال لهم اللي عايز يطلع بره يطلع لو مش عارض الدينية تجرح واعرض لهم شوقت رسوم للكاريكاتورية لفارس فروسيني المعيز فكده بقى الراجل ده يستحق القتل كارسة كارسة اتقص الله مين الكارسة؟ ليه عايز عنده 18 سنة يعمل كده؟ ويضحب عمره وشبابه وحياته ليه؟ عشان فيه شوية جربيع مأفونين عاملين نفسهم علماء هم فعلا بيسميين نفسهم علماء قالوا ان اجتمع العلماء ان اللي يشتم الرسول لازم يقتل فدي عايز عنده 18 سنة نفس الكلام اللي هم قالوه اقنعوه بالفكرة دي وخلوه نفسها فازهك روح مواطن مسكين مدرس تاريخ وهو كمان راح تروح وتقاتل في اشتباك مع الشرطة الفرنسية اتفضل قابلنا وروسكوف اعرض لنا كده الخبر يعني الدنيا ولا على الخبر ده لحزة دكتورنا حالا الخبر اهو صادر بحجوة بحق المدرس الذي قتل بقطع رأسه ده احنا مش بس يعني هذه العنزة التي اخرجت كورتاص مش بس مكتفين بان احنا نعمل ارهاب لا احنا كمان بنصلم نصدر فتاوي ويطلع لك شوية الجربيع هما جربيع فعلا يعني كلهم عيال بفوتة صفرة احنا نشوف دلوقتي اعلى مستوى تعليمي عنده هو علم الخرى هو علم الخرى فعلا علم الفيسة والزراط والخرى ويجي الشيطاني انت في شعرها منطيزك مش عارف تفسي وانت بتصلي مش عايف يحصل ايه الخراء يقطع الصلاة مش عايف الكلب المش عايف يعمل ايه الحدوة النفاس هو ده كل علمه يطلع يعلق كمان على الجربيع ويقولك والله ده مش من الاسلام ده حكم المرتدف مش عارف ايه ده حكم سيد فسكونيا في تعليل يوم اي كلام فارغ يعني مش مكتفين بانه هما بيعلموا العقل لا ويطلع كمان بمتع البجاح بعد الحدسة ما تحصل ما يطلعش مساء حط وشه في الارض او يخرس خلص ما يسمعناش صوته او يغير التعليم بتاعته عشان ما تحصلش المقسة دي تاني لا لا يطلع يبجح دي هذا ليس من الاسلام اي كلام او بصراحة الوضع ده العيب فيه ناس قالت كده الوضع ده العيب اللي عمل كده ده يقتل بدم بارد ليه او اجتمع اهل العلم وفراجنا بنا الوسكف على حتم الحويني حتم الحيواني فراجوا اخواننا معانا يقول ايه حتم الحيواني قال الشافعي انا ما عرفش الولد ده اساسا بيشتغل ايه او ايه تعليمه او ايه علمه يعني بس ايه قاعد قريفنا طول النهار والليل على تويتر وفيسبوك لو ايه بيقول فتاوي كده هو قاعد بيوزع ربينا هو مش ده مش ده ابن اسحق الحويني ابن الحيواني اه وفرحان اوه النفس اللي ما نعرفش مستوى تعليمه ايه بيقول لنا ايه قال الشافعي انا عايز اقف هنا عند النقطة من هو الشافعي من شوية الجرابيع دول الشافعي ده كان ايه علمه يعني كان عالم في ايه يعني هو ليه عظيم قوي يعني شان كان بيعمل ايه كان بيصدر فتاوي اللي هو ايه يقعد يقرأ الحاجات بتاع تلحده ونفسه ونكاحة نامل المشركة وابول البعير ويقول لنا بناء على ان الرسول قال كذا في الحديث الفلاني والقرآن مش عارف ايه وحدث نصايا عن ضايا عن رقديد وخريان عن فاسيان عن زرطان فالاب يتجوز بنته اللي من الزنا مثلا يعني دي كان من احد فتاوي الشافعي اوه دي شغلانته فايه العظم يعني ايه اللي هو قدمه للبشرية العظيم قوي كده عشان نيجي اليومين دول في 2020 نقول قاله الشافعي ايه الشافعي ده نجوف قاله ايه الشافعي اذا اراد الامام ان يكتب كتاب صلحة على الجزية ذكر في الشروط كتابه صلح على الجزية ذكر في الشروط يعني لو الامام عايز يكتب كتاب صلح على الجزية وعلى ان احدا منكم انذكر محمدا او كتاب الله او دينه مما لا ينبغي ان يذكره فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة امير المؤمنين وجميع المسلمين ونقض ما اعطى من الامان وحل لي ماله ودمه كما تحلوا اموال اهل الحرب ودماؤهم تفهم الكلام يعني ايه؟ قال الشافعي العظيم بيقول ليه الشافعي العظيم لو انت عامل صلح مع الناس مقابل الجزية يعني انت مستعبدهم الاخت انت روح تعطف مصر مثلا انت ايه اللي جابك مصر ايه اللي وداك تونس ايه اللي وداك يعني اهوك غتاتا راح بشر بديني واشيل الحكومة هوا ده انا ما كان هو احكم الناس دي وبعدين ايه؟ انا راح بلدهم احكمهم تدفعوا جزية ولا دي الكلام بناء على الاياه الكرآن العظيم ولا هو ايه؟ يا حتى حتى يقول جزية اه قاطلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من مين؟ من الذين قوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صوروه فتنفيذا لهذا الخرف جيه انت روحت عدت في مصر ولا في العراق ولا في سوريا ولا في انت لموديك لقعت وعملت ايه بقى معهم صلحة على الجزية يعني ايه؟ خلاص مش هقاتلكوا بس تدفعوا لي جزية بس ايه بقى لو واحد منكم قال اي حاجة مما لا ينبغي ان يذكره على محمد او كتاب الله او دينه يعني لو قال اي حاجة على محمد او على القرآن او على الدين الاسلامي مما لا ينبغي ان يذكره يعني ايه؟ كلام عاية مفتفاض ينفع اي حد يقول يعني لو انت قلت مثلا هو القرآن ده مقلوب ليه يقولك اذا انت مفعش تكلب على القرآن كنت تعال اني تلك يعني ايه كلام مما لا ينبغن يذكرونه هو ايه؟ يعني كلام كلام مش على مجزاجنا بالظبط كلام مش على مزاج الحاكم لا مش على مزاج مش على مزاج الحاكم بس لا ده مش على مزاج كمان اهل العلم والنفس والحيد والبتاع اهل العلماء مش على مزاجهم هم اللي يقرروا لان انت مفيش معيار بقى ما هو كلام عايت ام ينبغي ان يذكره ايه بقى ايه؟ ي significantly يذكر ده يبقى سلملي على المترو ايه بقى اللي حصله بارئة منه ذمة الله يعني مالوش عند ربنا ايمة ولا تمن ولا دية وكمان بقى امير المؤمنين خلاص الحاكم البلد بقى مالوش عنده دية وجميع المسلمين كل الناس المسلمين اللي عايشين في البلد دي يعني انت عايش في بلد في عايل جربوه على الوقت سايد فساكوني اللي بيخسر العربيات ده برضو ايه بارئة ذمته منك ونقض ما اعطى من الامان مالوش امان ويحل دمه وماله زي بالزبط كأنه من اهل الحرب لان كأنه عدو جاي فدمه حلال وماله حلال على كل الناس على الحاكم وعلى الجربيع والرعاع ونسي كمان ان هو هنا ماله ودمه ونساءه كمان كله داخل في الشروة كلها فاحنا النهاردة 2020 عايزين نعرف او هؤلاء الحيوانات البهائم الجربيع جايين بيفرضوا علينا حاجات واقعية بناء على اقوال جربيع تانين سبقوهم هم نفس الجربيع على فكرة نفس الافكار نفس الكلام يعني الشافعية دا كان جربوع بس يعني ما كانش اي حاجة تاني ايه علمه العظيم يعني كان استاذ في الكيمياء مثلا نفع البشرية بدواء عمل حاجة مفيدة كل كلامه حدثها نفسيان عن خريان عن زرطان بس لأ النهاردة لازم نلتزم بكلام الشافعية ونبرر الجرائم اللي بتحصل النهاردة بناء على مقاله الشافعية دا منخش على بعده يا شباب اللي بعده برضو نفسي تاني الحيوان ايه بقى قال ابن المنذر من هو ابن المنذر جربوع برضو بس يعني اللي هو انت مش بحتاج تفكر من هو ابن المنذر جربوع بس اجمع عوامه اهل العلم اهل ايه العلم هل العلم اللي هو الساينس يعني يعني مثلا اجتمع علماء الفيزياء والكيمياء لا 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 دول مش علماء ايه العلماء اللي هو بيفهم في الحديث والرجال والفاسية والزرطة مش عارف الشيطان يقدم ولا وزراط والاديان هو ده ده كده العالم. اجمع عوام واهل العلم على ايه بقى? على ان حد من سب النبي القتل. والشكلة على طول. اللي سب النبي وقبلها في اللي فات قال لك ايه? قال عليه حاجة مما لا ينبغي ان يقال. يعني انت ما لا ينبغي ان يقال تقدر تعتبره سب. ايه بقى ان احصل ايه? القتل. على طول. وممن قال بذلك? مالك والليث واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي. من دي? من الاسماء العظيمة دي? هل عملوا مثلا لقاح البوليو? آآ هل صمموا شبكة الانترنت? هل بنوا اهرامات? لا ده شوات جربيعة. شوات جربيعة عدين جنب المعيس. بس. وحكى ابو بكر الفارسي من اصحاب الشافعي. اجماعوا المسلمين في ذلك. كل المسلمين اتفعوا على الكلام ده. وقال الخطابي لا اعلموا واحد من المسلمين اختلفوا في ذلك. ما فيش ولا واحد من ائمة المسلمين او من المسلمين اصلا عموما قال انه هو ما يتقتلش. لأ كل الناس قال لي تتقتلش. عادي. قال ابن تيمية هذا مذهب عامة اهل العلم. كل اهل العلم اما كلهم يتفعين اللي هو ياسب النبي هو اكتر. من بقى ايه? هذا الجربوع اللي لبس لباس معمول في الصين. اللباس اللي هو الغطرة اللي على الراسه دي معمولة في الصين. ليه بقى? لانه هم يعيشوا في امم لا تستطيع ان تحريك لنفسها لباسا. نحن نعلن عن مقاطعتنا للمنتجات الفرنسية نهائيا. وكذلك التي تأتي من اليهود. ليعلن مقاطعته للمنتجات التي تأتي من اليهود. طب على فكرة الفيسبوك بتاع اليهود. وتويتر بتاع اليهود. واينستاين اللي عمل بداية العلم ده. اللي احنا دلوقتي بنستفيد منه في ان يبقى فيه حاجات كده يعني الاثير والحاجات الحلوة دي او ما يهودي تخيل? انت قاعد على الفيسبوك ليه? قاعد على تويتر ليه? ما هم يهود. ما تقطعهم. اقطعهم يا اخي غرفي ده يا وحل عننا. مقاطعات في منتجات ايه اللي انت بتقطعها معفض? هو انت اسا بتعمل ايه منتجات. طب اللي بيقاطع منتجات ده اللي هو ايه? ان انا بنتك حاجة وانت بتنتك حاجة فهقول لك مش هتدي لك من المنتج بتاعي مسلا. مش اخد المنتج بتاعك. ومتاخدش المنتج بتاعي. مسلا يعني. انما انت اساسا عايش عالة. ونستبدلها بالمنتجات الاخرى وخاصة الاسلامية غيرة وحمية لدين الاسلام. ولجناب سيدنا. الشريف المطهر خير ومن وطع الحصر. هو سيدكم كان بيعرف يعمل منتجات? هتستبدلها بمنتجات اسلامية اللي ايه? ده السبحة اللي انت. هو ده السؤال يا فندي. انت كمنتجات اسلامية الديني منتج واحد اسلامي. السبحة اه سيني. الجلبان اللي انت لابسها سيني. الغطرة سيني. الديني منتج واحد اسلام يا فندي. اه هو يقطع منتجات الفرنسوية ويستبدلها بمنتجات اسلامية يعني. والله يعني. اللي هي يا فندي. يا ابني. ايه اللي انت بتقوله ده? ماشي. ايه اللي ايه اللي بعده? تاني نفس الوقت ايه? دونه الارواح وكل ما نملك. دون مين? طبعا فرس فرسان ميز طبعا عشان العنزة وكده. انت ان شانية كوالابطر ديها كرآنية. هو بيفسر بايه? فكل من شناءه وابغضه وعاداه فان الله يقطع دابره ويمحق عينه واثره. طي قال طبعا ابن تامية طي يبالله ثراه. الا رسول الله خير وخلق الله فدونيه الارواح. انتو خصصتوا نفسكم للمدافعة والذب عن واحد مات. بس ده كل اللي احنا نستخلصها. في واحد مات? انت بتعتبر افضل واحد في الدنيا براحتك. انت ممكن تعتبره اي حاجة خير ومنواطع الحصى والحاجات براحتك. بس ايه بقى? احنا هنقتل الناس دي. هنعديهم. وهنقتلهم. في الاخر يرجع اقول لك الاسلام دين السماحة. يا حد شايف سماحة في الكلام ده? اللي شايف سماحة سماحة ماتت في الله هرحمها. سماحة خلاص مش موجودة. السماحة الزناتين. اه. اللي بعده شبح. اللي بعده. اه. ده بقى شيخ المعتدلين بقى. يعني فيها يطلع مسلا ازكى واحد في اخواته يقول لك ايه? يا عم ده سلفي مش عارف. بتحس ان هو سلفي ده مش مثلا ايه يعني مش تبعكو يعني ولا ايه يعني يعني سلفي ده بيؤمن بايه? مش بيؤمن بالإلهة اللي الله محمد رسول الله ولا بيعمل ايه بالزبط. لا مش تبقى ماشي. ده ايه مين اللي حلو يا جماعة? اللي الازهر. الشيخ الازهر. يا احمد الطيب. وصفوا الاسلام بالارهاب. ينموا عن جهل. بهذا الدين الحنيف. لا يا شيخ. يعني انا لما قلع دين الاسلامي دين ارهابي. يبقى انا جاهل بالاسلام. ايه اللي انا جاهل بيه يعني? طب قلنا انت العلم. ومجازفة لا تأخذ في اعتبارها احترام عقيدة الاخرين. اه يا سلام. لما تقول عنهم ان هم ارهابين فدي مجازفة. ما فيهاش احترام العقيدة الاخرين. لكن انت طول النهار والليل. عمل تقول المغضوب اعلى وما تضلين ده في احترام العقايد الاخرين. عمل تقول كفر الذين اقالوا مش عادي ده احترام العقايد الاخرين ده مش مشكلة فيها عادي. عادي جدا. حتى العقايد الوسانية برضو ايه ما دي مش عقيدة. عشان انت عايز تطالب الناس يحترم العقادي. ما لك بيوم. وجد صريحة لالقراهية والعنف. لا يا شيخ. دعوة صريحة للقراهية والعنف. واللي انتوا بتعملوه ده كله مش دعاوي صريحة لالقراهية والعنف لما يطلع ابني طييميا اللي انت بتؤمن بكتبه كه زاري. يقول يقتل وده يقتل وده يقتل. ده مش دعوة صريحة للقراعة والعنف. لا لا يقتل دي الساة مش معناها يقتل يا بشيخ عامل. طي ان شاء الله شرح ليناه يقتل دي معناها ايه؟ ورجوع الى وحشية الكورونا الوسطى. نعم يا رحمك دو الرجوع الى وحشية الكورونا الوسطى. هو الكلام ده كله جوي من اين? مش من الكورونا الوسطى? الكلام بتاع ابنة عيمية والشفحية والاشكال دي. انت دول instruction المتأخرمة كانت فين يعني? كنوا في الكرن الواحد وخمسين? مش دون الكورونا الوسطى? واستفزاز كريه لمشاعر ما يقرب من ملياري مسلم. بتستفزوا مشاعر للمسلمين. لكن انت لما بيطلع الجربيع اللي عندك ينعقوا على المنابر في صلاة الجمعة ويدعوا على اليهود والنصارى ده مش استفزاز لمشاعر تلاتة مليار مسيحي. ده عادي. مش استفزاز ولا حاجة. انما انت لا ازاي ملياري مسلم انت كنت بتستفزوا مشاعروا. هو حلو لكم. انما هو وحش للناس. اللي بعد يا شباب. ده حاجات بقى حلوة دي بقى. ده الامام ابن باز. الامام ابن باز بيقول ايه? ولما كان هذا الكلام في شأن اليهود واليهودية يخالف صريح الكتاب العزيز والسنة المطهرة ويخالف العقيدة الاسلامية. وتصريح يخشى ان يغتر به بعض الناس. رأيت التنبيع على ما جاء فيه من الخطأ نصا لله. نصحا لله والعبادة. فاقول قد دل الكتاب والسنة واجماع المسلمين على انه يجب على المسلمين ان يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين. وان يحضروا مواداتهم واتخاذهم اولياء. بوش على طول. عليك ان انت تعاديهم اليهود والنصارى وسائر المشركين. وما تبقاش عندك معاهم موادة ولا ولا. مين يا عم الطيب اللي بيدعو للقراهية والعنف دلوقتي? لما تطلع لشعبك تقول له اوعد صاحبهم. لازم تكرههم وتعاديهم. مين اللي بيدعو للقراهية? ولا انت بتقرش الحاجات دي? بتعديش عليك في المشيخة الازر? اللي بعدها يا شباب. طبعا ايه? عملوله حظر. تويتر عمال له حظر عشان خطر الاجرام اللي واحد يكتبه ده كله. يعني اخيرا تويتر صحي. يعني تويتر والفيسبوك صحيحين على ايه ان انت مسلا تكتب بوست? مسلا انت هاجم في الدين ولا حاجة ما ما اعتدتش على حاج بتهاجم الدين. ده اعمل لك حظر. انما هو قد يهاجم الناس ويدعو للقتل كده علانية يعني اخيرا صحي والحمد لله. وقدوله حظر على الانتهاء القوانين وبتاع على الانتهاك القوانين بتاعه. وزعلان. ماذا حدث? زعلان يعني ازاي تعملوله حظر? انا لازم افضل اقعد اشتم في دين ام الناس. واتطهد في الناس. وحرض على قتل الناس. براحتي. انما تيجي اللي هيقتلك. طب ما انت قطاعهم بقى عملولك حظر. قطاعهم غور في دا يا بقى. قطاعهم غور. لا ايه قاعد بقى. قاعد ما بيش مشكلة انا. اللي بعد اشانا. اه. ده بقى حاجة لسه جديدة. ده احد الاخوة الملحدين كاتب كلام على صفحة على فيسبوك. فرادد عليه? والكلام ده في مصر على فكرة. رادد عليه احد الاخوة المسلمين بيقوله ايه? وحياة امك. عشان ما تقوليش بس ايه? اصل دول الشيوخ الوحشين. اللي بيقوله الكلام ده بس عامة المسلمين الناس غلابة. لا الناس بتشرب الارهاب ده على فكرة. الارهاب ده متجزر ومتقصر. بيقوله وحياة امك? لو ما تلميت لايتعمل فيك زي مدرس التاريخ بتاع فرنسا. دي كلها فرق كعب. او هتفكر نفسك بعيد سواء الكهارة او برسايد. اللي هو التهديد علني. هيتعمل فيك زي ما هتعمل في مدرس فرنسا. بيفتخروا بيه? بيفتخروا بالاتعمل. وده المفروض ان هم من عامة المسلمين يعني. اللي بعد اشب. اه. ده المقطع لنا نزلتوا مبارح. كنت بتكلم فيه عن مقساد طفلة عندها اربع سنين ونصف. عندها سرطان. فطلق الاخ ده برده من عامة المسلمين. بيرد يقول لي شف الردود. عشان تشوف العقليات اللي انت بتتعامل معها. انت حزين على البنت. او والله حزين عليها. طبعا بنت عندها اربع سنين ونصف. وتفقه شيء في الحياة وبتتألم وتتعذب عذاب. ما يقدرش ابوك يتعذبه. او حزين عليها. اذا بالزين. يعني مش زين نول. يعني حتى مش بيعرفش يقرأ. ويكتب. ماذا نقول على النبي ايوب واولاده? ماتوا كلهم. والله ساعدتك اولا انا معرفش ايوب ده كان موجود ولا لا. سانيا لو حصل كده يبقى دي كارسة على يعني انا بقول الهك فين? والبنت دي عيانة. طب انت تقول لي طب ما ايوب ماتوا عياله. طب انت كده بتدبسه اكتر على فكرة. يعني انت غبي. انت ابن ادم غبي ما متفكرش. يعني عشان ايوب ماتوا عياله وخلاص عادي? انت مجنون يا ابني? معهمين اللي سمح بالكلام ده برضو? مع برضو الهك. يبقى انت بتدبسه اكتر. او على يونس بلعوا بالواو. بلعوا الحوت. ماشي والله دي مش مشكلة الهك برضو. دبسه اكتر. عارف الشاهد الغبي اللي جاي يدبس المتهم في الجريمة. او على ابراهيم رموه في النار. والله برضو مش مشكلتي. ماذا نقول على هؤلاء الانبياء الله ابتلاهم. ابتلاهم. مش عاقب ايه ابتلاهم دي. ولكن صبروا. وصبروا ما فياش الف بتاعت الجامعة يعني. اللي هو ايه? محوة امية. ده جاي من واحد محوة امية على طول. الانبياء صبر ما يزبروا ولا يولعوا? ولاك يعمل فيهم كده لأصلا. ما انت بتدبسه اكتر يا غبي. اللي بعد اشابه. نفس الشخصية الوسخة دي بقى. نفس الشخصية الوسخة تاني. ولكن لك بشر سوف يأتي. يعني ايه لك بشر? لك بشر المفروض يعني. بس ليه? عارف انت ايه? بقى محوة امية. بس ما اجي في هاللوقع ايه? جاي بيوبصم على الشات. سوف يأتيك هذا الورم قرب. قريب يعني المفروض. وسوف تتذكر كلامي. بيقول لنا يعني انا بقول البنت دي عيانة ليه وبتاع? فانا كمان ايه? الهما يعاقبني ويديني ورم. يا عم ايه لعن دين امك على دين امك? اللي ما عارفين انت اعملوا حاجة عطفحة تلاشفة. يا ابني روح اتعلم تقرأ وتكتب الاول وبعدين بتعليك تكلم. وارم انت عارف يعني ايه وارم? المشكلة ان فعلا اليوتيوب والتليفونات ووسائل التواصل الاتماعي زي ما كان لها اثر كويس. على الناس. كان فيه اثر سيء جدا وهو نجرع شوية الجربيع دول علينا. مسلا يعني. يعني انا في يوم من الايام ما كنت مش هشوف جربوع زي ده في حياتي اصلا. لكن الميديا دي سمحيتلي الجربوع ده انه بيجيه لنا رسالة. مسلا يعني. اللي مش عارف يرى ويكتب. اللي بعد رςewa. بص بقى التعليق العظيم ده بقى. ده بقى ايه? اللي هو ايه? عارف نفس النظام. اللي هو البنت دي تقبانة يتبما ايوب كان تعبان. البنت دي تقبانة تمام امبراهيم ترامف النهر. يعني ايام لعندينو مين امبراهيم ده? وانا مالي يترامف النهار? هو انا اللي رامته في النهار. مش الهك اللي خلاهم راموه في النهار. وفي الآخر انقاذوا ان النار تبما انقذش البنت دي ليه? ايوب عياله تقتل مين اللي قتلهم مش مش الهك سمح لهم ان هم ما يتقتلوا يبقى هو المجرم. فنعمل ايه بقى? لازم نلف واندور. انت تبكي على هذه الطفلة لانها اسرائيلية. لأ انا ببكي عليها لانها طفلة على فكرة. وايه المشكلة ان هي اسرائيلية يعني? ما لهاش حق في الحياة. لكنك لا تبكي على اطفال سوريا الذين يعيشون في مخيمات تصل درجة الحرارة في الشتاء العشرة تحت السطح. مين قالك انه ما ببكيش عليهم. هو داي برر جريمة الهك. مش انت اللي بتدقى ان الهك ده هو المسؤول. فهو مجرم. فازا كان فيه اطفال في سوريا عايشين في درجة حرارة تحت السفر. فالهك برضو ايه انا الهك? ده كان سؤال الحلقة. فينه? ولا الاطفال ده اللي خلاص في البنت هي تحق ولا ايه يعني? يعني ايه الرد? ايه دور الردود اللي عنده شوية حمقة وهم مغفلين. والبغل التاني كتاب له ايه? انت انسان ملحد وعندما هتموت سوف ترى الرد. لا يا شيخ والله. ده هرى رد ان شاء الله لما موت هبقى شوف الرد. لبعد اشباب. اه بص بقى اللي بتهلات. المسلمين بيعملوا ايه? اول ما تلاقي ايه حاجزة كده. تلاقي داخل بيعمل جهاد الكيبورد. اللي هو ايه? يقضي اكتب حاجات اسلامية كتير. انت بتسألي سؤال مسلا فين الالية عشان بنتي تحصل كزا? او مسلا اي حاجة يعني? الله اكبر ولا الله اكبر? الاسلام والحل. اللي هو بيش عارف ايه? صلى الله ولا بيش عارف ايه? اللهم صلى عليه. الله اكبر. الله 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 كتير يعني. كل ده الله رغم انفك. يا جاهل. يا جاهل. المفروض جاهل يعني بس ايه? يا جاهل. وبعد ايه النحو الامية ما عملش مع عشبه كتير. انت تتكلم ماذا تمتلك? من العلم. ماذا يا ربي لا تأخذني بما فعلوا السفاء? ايه ده? اللي فهم حاجة بيقول لي يعني. بس ايه? 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 ان الجمل دي جمل سحرية لها تأثير. يعني لما يدخل يقول لك ان الله عشر مرات في حاجة تحصل في الحياة مسلا. او لما يدخل انت مسلا بتتكلم عن فكرة. فلما يدخل يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. فايه بقى? ايه اللي هيحصل يعني فيس حاجة سحرية تحصل مسلا. وبعدين نفس الشخصية الوسخة تاني برضو نفس الجربوع الجاهل برضو. انت تتكلم عن الله. هل رأيت الجن? طبعا بالنون. طبعا لا. ولكن هم يسكنون في الارض معني. معنى يعني بالالف. بس ما هي معني? يعني ايه? اقرأ? مش اقرأ. كتاب شمس المعارف. بتعرف اين الله? الله موجود في كتاب شمس المعارف. يعني اوه جبت كتاب شمس المعارف. يعني ايه ايه الحكاية تفضل لان. اللي بعد اشوف. خلاص كده انا بينا. خلاص كده خلاص? انا شوف كفاية علينا كده. انا مش هتاول عشان لو في حد من الجمهور عايز ياخد مدخلات. اللينك في الناس. يعني اللي عايز ياخد مدخلات. اه. او عايز يقول حاجة. لكن ده اللي احنا وصلنا له النهاردة. ها دي ده عمك المأساة على فكرة. هو ده اصل الشجرة. ان عندك كلام مكتوب من الف وربعمائة سنة. كلام في منتهى الجهل. بس انت عايز تعتبره دين انت حر براحتك. شخصية في منتهى الجرام بس عايز تعتبرها الرسول براحتك برضو. لكن طلع شوية شخصيات تانية شوية جربيع. عملوا شوية قوانين كده احنا بنعاني منها لحد النهاردة. اللي هو ايه? لو لو ما عجبتش الكلام ده هنقتلك. لو ما عجبتكش الشخصية دي هنقتلك. لو قلت ربع حرفة نقتلك. طيب احنا عشرين في بلدك وبنشحة منك برضو هنقتلك. ده اللي احنا فيه النهاردة هو ده. طيب رد على دين ام ايه سؤال? الله وبرك. ده الرد. ان شاء الله هتيعرف. تكبير. مع لينا. طيب الستوديو ما لينا نبينا هنرجع لكم تاني بعد الفاصل ايدك والراموت كنترول. مغبناش عليكو معانا ومعاكو آآ 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 يا interpretveen ه lithium. مغبناش عليكو مغبناشensed zost Bastard. لو سمعانا اتفتر يا فهن سمعيك يا شباح صباح الفل عليكم صباح الفل يا دكتور أهلا بيكم أهلا بيكم وعلى فكرة الموضوع يعني جف وقته هو دايما بيبقى وقته بصراحة أنا ما بملش أن أنا أكلم الناس عن موضوع حرية التعبير وحرية النقط للمقدسات خصوصا لأن كمية البلطجة والتبجح اللي بتحصل باسم احترم مقدساتي مش طبيعية فعلا يعني أنا أقول لحضرتك حاجة أنا من فترة كده كنت بشارك في حلقة وبنتكلم عن موضوع حرية التعبير جاء حد قاعد يسألني أيوة بس أنت بتؤيدي سب المقدسات والسخرية من المقدسات الموضوع وصل لدرجة إيه أنا قلت له طب هاتلي موقف أنا مثلا شتمت فيه أو قلت فيه حاجة ونتناقش في إيه كان سياق كلامي قال لي لا أنا بشوفك في التشات بنشوفك في التشات في حلقات بيتم فيها السخرية من مقدساتنا وبنتبي قاعدة ومبسوطة يعني وصلت للدرجة دي فرض الوصاية وصل للدرجة دي إن هو مش مكتفي بس إن هو يحسبك على الكلمة اللي بتقولها لا ده بيحسبك على الكلمة اللي بتسمعها ينهاري سود يعني ده يعني شيء مش طب عشان كده إحنا بنتكلم عن حرية التعبير يا جماعة علشان البجاحة والتبجح والبلطقة دي لا هنتكلم والناس من حقها تنتقد والناس من حقها تسخر لو عايزة يا سيدي أنا مثلا أنا أسلوبي أصل السخرية دي فن انت عشان تقول حاجة بشكل ساخر واتدحك الناس ده فن ما هوش أي حد كده يقدر يعمله أنا ما بعرفش أعمل كده لكن آه بحب أسمع الناس اللي بتعمل كده وممكن هتحك عادي يعني إيه إيه المشكلة انت كمان عايز تفرض وسايتك على لأنا بحب أسمعه ينهاري سود عشان كده يعني موضوع احترم مقدساتي ده بيوصل لدرجات الولد الكوميديان اللي عمل stand-up comedy بيتكلم فيه عن إزاعة القرآن الكريم ما عارفش سمعته عن موضوع ده أه يا الوات ما قالش حاجة ما قالش حاجة عن مقدسات نهائيا احنا وصلنا لدرجة ان احنا تقولش مثلا معينين العشرة المبشرين بالجنة في الإزاعة فالتبجه ده هو اللي بيحصل لما عارف المثل اللي بيقول لك give them an inch they take a mile هو ده سكتنا له دخل بحمار ايو بالظبط كده ده دخل بحمار وبالحمير كلها يعني ده مش ممكن عشان كده الناس لازم يبقى لها حرية حرية النقد وحرية الكلام اللي عايز يسخر من حق ويسخر ما تكلموش ما تسمعوش انت مش مقبر تيجي تسمعه حدش جالك في بيتك وفرض عليك تسمعه وعيني يقول لك ايه اصلا انت لو عايز حوار أستاذة نيفين معلش ممكن قطعك بس ثلاث ثوانية ثلاث ثوانية بس يا خوالنا الستوديو مليان جدا جدا والستوديو لما الناس كتير بتحاول تخش الستوديو الستوديو مليان الستوديو بيهنج وممكن بس يفصل مننا فياريت اللي يقول له الستوديو مليان يصبر شوية ناخد مداخلة أو اثنين وبعد كده يحاول يخش تاني أرجوكو يعني يعني كده الستوديو تقيل جدا وممكن البس يفصل مننا شكرا لك وأنا أسف جدا نيفين هاني مننا قطعك لا أبدا أبدا فبس يعني ده اللي أصول إن أنا أقوله إحنا في موقف يعني إحنا بدنا نشوف تصرفات منتهى للتبجح إتاحة حرية النقد والسخرية هي اللي بتوقف البلطجة دي عند حدها المجتمع لازم يكون فيه ناس هم أحرار هو ده أسلوبهم في النقد وجود الناس دي هو اللي بيضمن وبيحمي حرية الجميع لو خدت حرية الناس دي إنها تنتقد بشكل ساخر حريتك أنت هتبقى نيكست أنت الحريتك هيتضحى بيها بعد كده فبس يعني ده اللي كنت حب أضيف ومش تقول عليكم وشكرا لك يا دكتور على الموضوع شكرا لك مهم جدا في سياق الأحداث اللي حصل مرسي جدا شكرا لك يا سيزان ومعانا راشيد راشد راشد معلش سلام جلدة الحنفية عليك ربينا الغالي عليك سلام جلدة الحنفية عليك بنا الأسقف الأنبي ياسر وأنا صراحة ما هطول لأنه في كتير ناس آآ ام ام تابعك من فترة آآ صراحة أنا كنت من الأشخاص آآ تارك الدين وهاك بس آآ آآ بس كنت ضد فكرة السخرية لفترة طويلة من خصوصي أنه أنا كمان كشخص جدي فبحب أخذ الأمور بطريقة أكاديمية إنه أوكي في عنا هذا الحديد في عنا هذا المدشو كيف بنرد عليه كيف يعني كيف القرآن كذا بس شوية شوية حسن أنه ما في حل إلا السخرية فهالطريعة شكلة شغالة يعني شغلة تاني كانت حب أولا إنه إذا تعطيني تعليق صغير على موضوع أنا عايش بأوروبا وفيه كمان قريبين فس هني مسلمين طبعا كمان عايشين هم بأوروبا وصر لهم زمان ومحجبات ولأخير فالفكرة أنه يعني من عامة المسلمين يعني فالفكرة أنه أنا بيقتلوا هني بفرنس فالفكرة أنه الستيت بفرنسا عنده يضد الأديام شكل عام يعني سواء كريستشاني أو إسلام أو أي حدا لأنه منهم يعني هو من ضمن أفكار الثورة الفرنسية أنه هنكون ضد الضدين فالفكرة بيتعرضوا لمضايقات معينة هو حقي بيحل لك تقاملوا كل شي بس فيه مضايقات باتجاه مثلا التوظيف بالنسبة للحجاب والآخر ففهم فكرة أنه فيه كتير قربيع عم يجوا ويعملوا ويكونوا باد الفكت على الكميونيتي الفرنسي أو الأوروبي بس نفس الوقت في عالم جايين بيتر اللي يأكلوا وعيش طلعوا من بلدانهم وبلدانهم انخرى وهربان يمزون يأكلوا وعيش فعن بتعرضوا لهذا النوع من الضغط فما بعرف شو هو بين أنه أنه نوقف الجرائيات حد دون بنفس الوقت أنه نحفظ حقوق المسلمين اللي هني بس جايين يأكلوا وعيش وشكرا كتير وشكرا على المقدمة اللي دايما اللي بتعملها شكرا يعني العلمانية هي الحل ما هي فكرة العلمانية هي مش إنها ضد الدين الدين ده بتعكن مع نفسك الدولة ملهاش في الدين ملهاش في أي حاجة خالص الدولة هي كائن اعتباري بيودي أمور المجتمع المجتمع مليان أطياف مختلفة فكل واحد بيتعامل مع الناس بالإنسانية بالعلمانية بس انت بقى مسلم مسيحي متنيل على عينك بتعمل ايه رحت فين طلعت منين قلت ايه ما تقدسش ايه دي مشكلتك قدسها مع نفسك ما تفرضش تقدسها على الناس بس لو عشنا بالطريقة دي لو تنفزت العلمانية صح كل الناس هتبقى مرتاحة بما فيهم المسلم المتشدد لأنها هيلاقي فرصة إنه هو يمارس شعائره براحته المسلم الشيع اللي بيبقى هربان من دولة سنية بيروح عند العلمانيين يمارس شيعته من غير محد ده والمسلم السن اللي هربان من دولة الشيائية بيروح عند العلمانية يمارس تقوسه من غير محد يدايقه فأنت كمتدين من مصلحتك إنك تعيش في دولة علمانية المشكلة في اليسار المخصي اليسار المخصي اللي عايز يعمل بيبي سيتنج سم بيبول يعني لدرجة إنهما بدأوا يتعاملوا مع المسلمين في الغرب كعرق يقولك ده مسلم أيوة مسلم ايه يعني اللي هو ايه يعني هو مش عرق على فكرة ولا لون يعني فيه مسلم آآ غربي فيه مسلم شارئي وفيه مسلم يعني هما مش عرق يعني ده دين فكرة بس بعيدا عن أي حاجة يعني فأنت بتتعامل معاك عرق ليه بس اللي هو هذا اليسار المخصي هو اللي بيشجع هذه الأفكار وهو لا يعلم إن اللي عمال يقوله ده مش عارف الإسلاموفوبيا والتاني بيشجعه يوم ما تبقى الحكومة الإسلامية هو أول واحد يتعلق المشناء فضل وصل 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 بالحب 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 البوب 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 يلا يا بوب يفتح يفتح يا ياسر بيه أنا مش قد الترحيب الجامل ده بصراحة مش عارف أشكرك قدهيه على هذا الترحيب يعني أشكرك بجد من قلبي مساء وانا بوب متشكرنيش ده أنا بقولك يا دكتور وحسني أنا وانت وحسني جدا حريبا حريبا دكتور متقولش كده ده أنت ده أنت أبو الزوء كله وأبو الأخلاق كلها ده أنت لسه نازل عند السدرة يا راجل أنت أطارك ده أنت أنت مالكش ترحيب ده أنت لك حاجات كتير بصوا مع لسه أنا آسف إن أنا يعني لو كنت هتنربس شوية ما تزالوش مني يعني أنا بس عايز علق على موضوع هذا الكلب اللي قتل المدرس يعني الكلب ده حتى يعني لو هو فاكر إن ده من الإسلام يروح يراجع الكتب اللي هي غراها لو كان قرى من حيث تأحف حمار إن قتل من آدم وقتل روح ده شيء هايل يعني وبتستشهد بأطفال سوريا ومع أطفال سوريا والكلام الفارغ ده طب كان أولى بيك يا ابن الوسخة تروح تقتل وتقيم حرب على على اللي شرد أطفال سوريا يا ابن الأحضر يعني كان أولى بيك يا ابن الوسخة لو أنت بتكره دولة إسرائيل وانت شايف إن الإسرائيليين دول أوساخ طب فروح حاربهم وهم يا ابن الوسخة انت رايح تقتل المدرس بيعلم أطفال وبيعلم أجيال وناسي خالص إن من علمني حرفا صرت له كلبا ومن علمني مش عارف إيه وقف للمعلم وفيه فتدنت وأنتوا ولاد وسخة أمثالكو جابوا هذه المنطقة البقعة الخرق بقعة المجاري اللي احنا عايشين فيها دي هيا ده هما انتوا اللي جبتونا وراء حقيقة ده لو فيه حد يستحق القتل ويستحق الدبح فهو أمثالك يا كلب وأمثال اللي بيدفع عنه زي الرجل اللي طالع يرد عليك ما هواش عارف يكتب كلمتين صحيح بالعربي أنت بترد بإيه بزبط أنت أنت مش مسلم والمفروض أنت تتبدي السغة الدين أمك يا ابن الوسخة عشان تقرأ قرآنك يا ابن الأحبة أنت حتى قرآنك مش عارف تقرأه مش عارف تكتب آيات وابن الوسخة ما قلتلكش تحفظها ده أنا أبعد ما يكون عن أنت تقوضها ده أنت مش عارف تنقوشها حتى ده شيء كئيب ده شيء وسخ قدري يعني أنت جبت العار ليك وللمسلمين ولكل العرب يا ابن الوسخة ده العرب يتبروا منك ده أنت كارسة وهذا الكلب اللي قتل المدرس أنت إيه ما هذا الغباء والتخل أنت بتقيت المدرس علشان خاطر عنده فكر بيقوله في بلده يا ابن الوسخة ده بيقوله في بلده ما بيقوله لكش هنا وما نشروش على ميديا ولا عمل مش عارفة عشان يحترم مقدساتك ده تفصله في بلده إنت اللي رايح عنده وإنت رايح عنده ليه يا ابن الوسخة لما أنت رايح تقتله وإنت مال أمك ما ترجع شوف إنت كنت لاجئ فأني ينصيبه وقعد في الخيمة اللي أنت كنت جاي منها كتك القرب دي حاجة تشل والمفروض إن إحنا نسمع الكلام ده ونعديه عادي ونسمع عادي والمفروض إن إحنا نحترم أنت أحترم مين أحترم مين يا عم ده أنا ده يا عم أنا مسلم بيقولك ملعون أبوك على أبو اللي جابك على أبو اللي علمك على دين أبوك وكلكم بجد أنتو قرفتونا أنتو جبتونا ورق أنتو واللي بيدافع أنكم حاجة وسخة أنا آسف للألفاظ القذر اللي أنا بستخدمها يعني نادرة بصراحة معاك يا دكتور والله بس شيء يشل والله حقيقي شيء يشل بعتذر كمان مرة حققوا عليك حبيبنا يا دكتور حبيبنا يا دكتور طبعا الترحيب ليك واشع وكبير بصراحة يعني حبيبنا بس أهم حاجة أكون فتكرتني فوق عند الصدرة والنبيانة أه لا فتكرتك أجعلني لصدفة أجعلني لصدفة أه لا خليك بشر والنبيانة والنبي وصيهم علينا فوق اللي الوقت تعبان قوي حبيبي يا دكتور حبيبي يا ياسر وبعتذر للإطالة وأعتذر للألفاظ اللي ازفت يعني بس أصباح الخير ووصلولي السلام لفدي شكرا لك يا بوب وناخد طورق طورق لو سمعنا تفضل الصوت واضح تماما وبالحب تفضل السلام على نبينا الغالي نبي الجلدة سلام الجلدة الله خليكم دكتور والحقيقة يعني المواضيعك دايما مميزة وتحكي كتير عن في قلبنا يعني خصوصا في دي مش أول مرة يعني وحصلت قبل كده والغيظ أكتر بقى التعليقات وردود الأفعال قد إيه الاستهانة بالحياة والروح وبصراحة لما يعني بيجي تحلل الموضوع وتلاقيه إنه مش مستغرب يعني هو يعني أول الركن في الإسلام هو الشهادة يعني نفسها بيقرن اسمه يعني اسمه باسم الله فعند المسلم ده يعني أنت كده يعني ده يعني عشان تكون مسلم لازم تعمل ده وفي بقى كمان يعني تلاحظ بقى يعني من جملة التعليقات اللي طلعتوها في الحلقة أو حراج علقت عليها حتى مستوى المعرفة أو حتى الكتابة يعني العربي اللغة العربية اللي المفروض أصلا يقرر بيها دينه ويفهم بيها دينه مش متواجد عند الناس دي فدول زي أختنا رحابة سيوني لو حد يعرفها بتابعها يعني بتسمي النمط ده من الشخصية اسمه المتدين السرساجي يعني اللي هو ما يفقهش أي شيء في أي شيء وممكن أصلا تلاقيه يعني مؤثر جدا في الفروض والعبادات وما بيركعهاش زي ما بيقوله بس ييجي في حاجات زي كده يتصدر ده أنا شايف انه هو يعني تحس انه هو يعني بيعمل كده وبغل بقى ويعني بيعمله بقى حلبه قوي أنا شايف انه ده من باب انه هو عشان مؤثر وشايف انه مؤثر فبيعمل ده يعني قربة أو تقرب لله لا ربما وللنبي يشفع له يمكن يشفع له بعد كي يوم القيامة أو يوم البسين بقى يعني عند المسبح العظيم فدي حاجة جايز يكون ده سبب يعني وتلاقي معظم يعني معظم الردود بالشكل ده بتعلن بيبان قوي من مستوى الكتابة اللي هو من قسين زي ما قلت المتدين السرساجي يعني انا مش وكمان اللي بيشجحهم اكتر انه ما بيلاقوش حاجة يعني المؤسسة بقى للمفروض يتطيع العقل والحكمة ولا يعني تبدأ تاخد الناس سكة للتنوير لا للأظهر لا دي بتنفخ النار في الرماد بيقولك كلمة وكلام مقدمة كبيرة عن حرمة النفس يعني ما بذر الرماد في العيون وبعدين رجع يقولك ايه اصدرقت اديان وتجريم اصدرقت اديان يعني معلش يعني اصدرقت كل دين بالطبيعة وبالتعريف يزدري كافة الاديان لانه ما بعترفش بيها يعني ازاي نجرم حاجة زي اسمها اصدرقت اديان ازاي انت عايز يعني لو انت بتقدس الاديان كلها طب يعني انت بنمين فيهم يعني ما اعمل بيه بالزبط كلام مش راكب على عضو متناقد وللأسف يعني الغرض منه بس انك تخلق اتباع هو ما هو فكرة بس انك تخلق اتباع احشد مفيش خطاب يعني خطاب جمعي الغرض منه الحشد مش خطاب يعني يواجه يكلم الفرد ويصح العقل في الفرد مش عاليا هيفضل في الدقية الامتا شاكر جدا لوقتكم متابعينكم سهرانين معكم شكرا لك طريق بي ويخش على الانجيل مريم المجدلية دكتور بول ينيد التشيلب واضح انك حال مصب اليوم والله عشان انجيل مريم المجدلية قال لي انه تصب وكذا يعني لو تلاحظ انجيل مريم المجدلية يقول لك لا تعصر المهم طب المشكلة المشكلة اللي أنا ملاحظها هنا إن الامبثي الطعفي عندهم فلو يعني لو تقول لهم قصة الطفلة عند أجوبة جاهزة خراسة قصة أيوب قصة إبراهيم يعني يعني مجهز الأجوبة هو حتى مو يعني مو جاي يعني يستوع باشي يقول تقريبا يعني ما يعني طيب الحين يعني مثلا اللي قال لك او يعني شكلك تبيتجرب اللي صار في المدرب صح طي يعني انت يعني لو سمحت فكر في عائلة المدرسة ايش يحسون فيه مثال يعني أنا اتوقع انه ما افكر حتى في المثال يعني يعني فكر طيب هال الفرنسيين الثانيين اللي شيفون مدرس يموت علشان قاعد يدرس الأطفال أو يدرس يعني الطلاب حقينه يعني فكر شويان يعني ما اعرف شنو بالعربي يعني بس عاطفي يعني ما ادري اش عاطفي يعني يعني فكر فيه شوي يعني لو سمحت بس يعني مزعج جدا انه يكون يعني بس حافظ كلام يعني ما اعرف كيف يعني عبر عنها لكن يعني فعلا فعلا يعني يحس انه بس كده يعني تطرح عليهم مسألة حافظين جواب ما يعرفون يعني ما يعرفون ايش قاعدين يقولون تخريبا ما عارف يعني فكرتي واصل ولا بس بس حبيت ان اقول يعني الشي شكرا شكرا لك وناخد ميمو ميمو لو سمع تطدر مرحبا شباب كيفكن الصوت واضح بالحب بالحب الصوت مية مية تفضلي فعند تمام ممتاز اه اول شي كيفكن مساء خير عليكم كلكون بدي احكي لكم شغلي انا صارت مية عتو تار بهذا الموضوع شفتوا انتو كل الردود كانت انه مأيدة الموضوع اللي صار بالنساء المسلمين انا اجاني واحد كتير كيوت حكالي لا اصلا هذا ماكرون دافع له لكي يقول المعلم انه توقيت القصة اللي صارت انه بعد خطاب ماكرون عجيب يعني كيف صار معنا هذا دافعين له هذا اصلا عاملين هايك اصلا منشان المسلمين يطلع بصورة سيئة فعلا انه انا كيف تفكر انت اذا كل مشايخك موافقين على هذا الكلام وكل المشايخ شايفين انه مباركن وبالجنة عدل رايح على الجنة طوالي هذا فانت جاي تقول عم بترقع له حتى بهاي عم بترقع له مش طبيعي الخراحة هذا اول واحد ممكن ممكن بس في الفكرة بتاعتك دي اه استاذة دينو الفكرة فيه الفكرة مش في البنا ادم اللي بيروح يقتل الانسان او ينفذ العمل الارهابي او النصوص اللي هو بن قوسين اللي هما بيطلق عليهم علماء الدين العلماء بالضبط يلي حشوا راسه مظبوط مظبوط يلي حشوا راسه الانسان يعني هقول لك الانسان اللي هو بيروح ينفذ ده ده مش بينفذ علشان ارى كلمتين ولا بتاع ده بيبقى قاعد بيتشحن بيتشحن من شيوخ وبتاعه والدنيا لغاية ما بيبدأ الانسان يروح ينفذ جريمة ده مش سهل يعني مش مش اي واحد هيقراله بيمتين هيروح ينفذ جريمة لأ ده بيتشحن جامد جدا من شيوخ ومن من الناس اللي هو وقال فلانا عن ترتانا عن زرتانا عن قريانا عن بتاع وهو المشكلة الاولى اللي انا شايفها اللي هي النص وبعد والخرة والزفتة على دماغهم وهم عملين كل ده بقى شحن يعني تلاقي العلماء بيشحنوا والمشاخ في الجوامع بيشحنوا وده بيشحن من هنا وده بيشحن من هنا فالكائن اللي بينفذ الجريمة ده بيبقى كوباية اتملت على اخرها بيروح ينفذ الجريمة وانا ازف للمقاطعة اتفضل يا فان نكملين من معك حق معك حق وانا هذا كان اصلا نص الكلام تبعي انه الحق مش عليه انا زعلاني عليه بصراحة لهذا الشاب انه حشوا راسه عمره 16 سنة هذا قديش محشي راسه بافكار متخلفة يلي خلته تتجرد من انسانيته ويروح يقتل الاستاذ بدل ما يعلمه مثل محاضرتك قلت من علمني حرفا كنت له عبدا رح اتله يعني بدل ما تعلمه شي منيح رح تعلمته اسوأ شي موجود بالعربية كل يعته يعني مثلا اذا كان في شي بالعربية شي منيح يعني هاي اول شغلة صارت شغلة تانية شو بيقلك اليوم فيه تنتين مسلمات قاتلينهم بفرنسا طبعا ايمين الدنيا وحاطينها انه هذا فرنسا بتحكيش علي ولا شي طب ما هم خايفين منكم عادي انا هلأ بالشارع بمشي انا او باوروبا مثلا كمان بمشي بالشارع لما اشوف واحدة محجبة ببعد عنها كمان يعني انا بدي احض امشي جنبها كمان بدي اخاف منها طبيعي وهذا الي انا شكلي من شكلهم يعني بخاف منها وببعد عنها فكيف يعني واحدة صار شكال بينهم التنتين موضيع كلاب او هيك شي رايح اطعناها طب هاي نتيجة تصرفاتكم هاي نتيجة الحشي تبعكم هاي نتيجة التهويل للولد يلي عملته تحت الله بشوي وفوتوه على الجنة وهو قاتل واحد عدم المواخزة فطبيعي جدا المجتمع العام المجتمع الغربي رح يشوفكم كلكم مجرمين ورح يخاف منكم ورح تصير الشغلة اكبر من هيك ازا ما بدي يوقفوا الحشو تبع العلماء تبعهم هذا اخر شغلة في واحد لبناني الله يرضى عليه بعد ما قاعد خمستاشر سنة بألمانيا عم بيدرس طب مش هان ياخد الجنسية وقت تسليم الشهادة تبعتهم مش هان ياخد الجنسية رح مش قابل يسلم على العمدة تبعت البلد اللي هو قاعد فيها فما قبلوش يعطوه الجنسية طبعا يعني بصراحة انا افتصد ضحك على الموضوع انه كمان شو مشكلتك شو مشكلتك بالظبط يعني النص اللي عندك النصوص الاسلامية لدرجة انك تروح شي انت واهلك ومرتك وكل عائلتك اشتغلتوا عليه فوق الخمستاشر سنة مشان تاخدوه كمان يعني بصراحة وصلت مستوى غباء كتير وهذا المفروض انه دكتور قال يعني وبس خلص شكرا كتير للكم وكتير مبسوطا اني طلعت معاكم اليوم شكرا لك وناخد مش عارفة اقرى الفرنساوي ده معي يعني مرحبا مرحبا هذه اول مره اطلع على السبير كذا نسامحوني انا من المغرب علي صدك شوي بس عشان اسمعك because my parents are leaving with me that's why i can't say something i just بدي اقول بالدرجة الاولادة هم ضحايا بالعربية تقول ضحايا انا بكت بعمل بالليل مع احد بكت باعرفوا ويتكلم مع أفكاره جد جد متطرفة لدرجة فمجي أحاول أنا أمثل The Qt Muslim I don't know this is not the explanation that you had The risks around this way I'm not making him an atheist but making him less dangerous in himself That's when I see that he's just you know like I said ضحية and I don't explain it I don't know what I'm doing I'm doing parkour and stuff I was training I was training there's a way to do it in the truth and I got one of my friends who said you're good in your movement and you're playing and you're playing and you're playing with me and you're playing with me and I said I had to talk about religion so I noticed that the brother is an irribe in the way and he's a very good and he's a very good from days from days من المغرب في مغرب من مغرب من الناس و الناس ارهابي و التحضيت يعني uh the cops has that looking to me that's why i'm just give up and he's just saying start talking by his own he said we we have a group in the mosque he gave me give هيا الشكرا هذه الفكرة التي تتبعها وصولنا بصحايا وشكرا على المشاركة وشكرا جزيلا تحيي لنبيل جيلدا شكرا لك بالحب 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 أشرف بي أكسم بالجلد وحشنا أكسم بجلد حبيب أمي حبيب أمي حبيب أمينا العيال دون مستبسين أول مع بعضها مستبسة جدا يعني بصراحة يعني أنا لسه كنت برده ستر كولينجين زخلتني جدا بصراحة يعني هو دا الموضوع أنا أهم حاجة في حياتي إن أنا يبقى عندي حرية يعني ما تدرش تقولوني الحرية دي مهما كنت متعيز تعمل إيه أنا أعرف راية أعرف راية أعرف إن أنا عايز أقوله طبعا مش بحرض على العمس أنا أعرف على قتل والله فأنت بقى كنت سيومك هتهديتني هتعملني هتحبستني مش هتفعل معاك يعني أنا أولي أعيش مستجم يعني أنا أعيش مش قادر أقول كده يعني الكلام اللي انتوا بتعليهو دا والعكس اللي بتعليهو دا عشان أفترفع على الوضع دي عشان أعليس على إزاق القرآن الكريم كنت كنا لسه متكلم في الموضوع دا في صبع على الفيسبوك أنا شوفتهم بارح أتفاجئتي بين بارح قولتين هم أم الله وشافونا بينا يعملوا إيه يوم كنت بنتظار الصور من الوقت اللي قال كلمتين دا يا عيني طلل المغوب على الدنيا أم الله وشافونا بينا هاهاها طب إراعك يا عشان أعايز أسألك على الموضوع أنت تحس كده إن الطيار الإسلامي اليوقتي في نوعين أو ثلاثة من الناس النوع الأولاني اللي هو زي إيه الولد اللي هو حاتم الحيواني اللي هو روح اقتله دين أبوهم فييجي التاني اللي هو إيه اللي عائل اللهبل اللي بتحشي في دماغهم الكلام دا قولك آه يلا نقتل دين أبوهم ويهو حاتم الحيواني مش روح يقتل بنفسه هم بس شغالين في التنظيف. وبعن يطلع العلق بقى. يطلع لك بقى شيخ الازهر ولا مش عارف مين ولا مين. هذا ليس من الاسلام وهذا لا يمثل اسلام. فتحس ان انت بيلعبه بك كورة. عارف اللي هو زمان لما كان العلق مسلس. ويجده يشوف في النص كده اللي هو مش عارف تمسك حاج. تيجي تمسك في ده وقول لك لا والله انا مقتلتش. انا بقول بس الكلام اللي في كتب. تيجي تمسك التالت لا يمات. تمسك في التالت يقول لك لا والله ده مش من الاسلام. فايه يعني يعني هو الاسلام يعني ايه بالزبط يعني ايه? قولي يعني نعمل ايه? يعني نكلم من نصر بمين اربعين الدليل او نعمل ايه? لا 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 هم كل هم محسسين على بك. يعني هم كل هم محسسين من دواهم في حالكة الوضع اللي هتل بك. بس يجيبين بيقول. والزفران اللي ما بيقولش نخبف ناسه عشان نخايف من المنظر وانت من الماركة وانت من الناس وانت محسسين. لما هم بكل واحد. يعني انت شكل عصدر ده ما طالعش دهان اللي محسسين. بس سمعيني اونا صوتك الوضع. سمعينك ابوبك. فايه يعني هو كده كده اوما كده كده. كمان بقى القاحب ده بقى الاتبر اللي هم دينا. هي الفرحلة. وما بتقولش برشة الخبات. ده اللي على مسابوك كله. اللي على مسابوك كله بيقوله الاووستاذ دي ستان. ونتعلم للحصل فيه. ومش كده. اللي احنا مانشدع ولا انا مش اسلام. الساوف عالقوة اللي اههم هيستحفة. هم خايفين مرعبين. مش عارب عميين. مش عارب يعني لو اسلام يعني لو اعناك كمينة هيحفة. أنا عمري ما الفهمت لهم. اكمت كنا عمري ما كنت مسلم. انا عمري مفهمت الفكرة دي. يعني زمان وانا مسيحي. كان يطلع مثلا فيل. او. او. الحاجات اللي في الغرب مثلا بيقولوا على ياسور. مش عارف ابن مش عارت مين. مريم من العاهرة بتاع. كنت بتبزعل كواحد مسيحي. بس الموضوع كان بينتهي هنا. يعني خلاص زعلته وبعدين بروح نشوف انا هيكل ايه. عارف اللي هو خلاص كده خلصنا يعني زعلت. انما ان انا بصل لمرحلة ان انا عزاء واحد. عشان شتم واحد انا باعتبره الرسول. انا شقدر افهم الفكرة دي يعني جات من ايه. او ازاي. انا برضو عندما كنت مسلم وشوفت العجاجات دي مع ايه مشكلة طب يا انا هو يعني انتم اللي عفوروا الاسلام. يعني هو ربنا اللي يعمل كل حاجة في الدنيا ده مش قادر يحمل اسلام وانتم اللي هتعمل. او انا لا يعني. يعني انا كنت كم يحسر كم فيه فيديوهات بتاعفهم مرة عندنا سمان. في اسكندرية هنا في كنيسة في محرم ديه عملوا بعيد السرعية على الرسول بتاع وشالك. قم اعمله يا عم اعمله. يعني كنت مسلم زي هتقل يا اوه يعني وانا اللي اعمل اسلامي يا عم ربنا مأموض. هم عايزين زكبونة باقي شكل عشان الناس ما تشوكش في العبد اللي هم بيعرفون ده. اه فكرة جهة من الاسلام ديه ويحمل رسول. يعني هو يحصل له ايه يعني ماليش انا عايز اسس السؤال برضو من يعني لو انا قلت على الرسول اي حاجة هيحصل له ايه يعني يعني ايه اللي حميه يعني انا مسلا واخد سيفه راح اضربه يعني هحمي من الاسلام ده هيحصل له ايه لو انا قلت الاسلام ده وحش هيحصل له ايه يعني اوه كده كده مفهول ان واحد وقرد يعني بس هو واحد ومعنى انسو يعني من كفاءة اللي احنا بنتشوف ان اه يعني مش مننا احنا يعني اكيد مش من الكمتين اللي فيه ده بيقولهم هوايحد بيقولهم يعني يعني الموضوع ما يفتانش قدير كده انا اقول اللي انا عايزه انت مش تقدر تمنعني يعني ما تفكرش في الموضوع ده هم على الطول يا هم يعني انا شايف الهدف اللي عندهم اسكت اخرس متكلمش شوفها جاي جارية تسكت بيه يا عمي مش هتقدر ولو انا اضحها بسها ولو انا مد هيطلع كيف ده اقول له انت يعني انت بتزود العضاية لما بتعمل الموضوع بانفة هتزود هو حلك ان انت تقبل انت وتقبلنا لان احنا عشي معك في المجتمع احنا موجودين في الدنيا ما تقبلني زي ما انا كان ما تقوليش بقى غير ما تقوليش بتتكلمش ما تقوليش اعمل ما تقوليش اسطوبك ما تقوليش مقدساتي انا ما يعني اعمل ما المقدساتك مقدس عندك انت مش عندنا اه طبعا هو ده اللي بيحصل بالزبط ها هو يعني او بيقولك داعش ما تمسجش الاسلام طب كفرهم يا عمي لا ماشا كفرهم ما كفرهم ازاي وما بيطلبها قطيهم مكان داعش نفسهم عندهم مفتي مفتي بيطلع لهم الفتوى من الكتاب والسنة يعني بانفة هيكفروا ازاي وقفرين انت الاسلام الحقيقي يا المشتلة انهم انهم مفيش اسلام الحقيقي انت بتخيل انت عندك اسلام الحقيقي لا ما عندكش او فين طب ما تحدي يطلع لنا كتاب ودول ما يطلع لنا اي مذهب او اي عهد فين الاسلام الحقيقي بس شكرا الله شكرا لك يا رب اوارتنا وشرفتنا يا عشو بيه اه كريم لو سمعنا تفضل بسار خير بسار الفل بسار الفل بسار الفل بسار الفل بسار الفل بسار الفل بالحب 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 تفضل الفل اه قبل ما بس اعلق على حاجة في الموضوع بس بحب اولا الدكتور جورج بول اي انا بالصدفة كنت قبل سنتين بكلم بنت ومتكلم في حوارات الالحاد وحقات دي فقالت لي انو انا طبعا كنت بقرأ بس مقالات يعني ما كنتش بتفرق على فيديوهات وحقات زي كده فقالت لي تفرق على الدكتور جورج بولو كده فالمهم من سنتين وانا بحضر فيديوهاتك بشوف فيديوهاتك قد يعني انت شخص بفش الغل صح يعني بمحدش يعني عارف انا على يقين تام انو محدش بيقدر رد عليك في اي كلمة لا من يعني انا مسيحي سابق انا فات بس من الاردن فدرست بمصر انا فحصل في موقف لو تفاكر في الاردن قصة ناهض حتر ما عرفش لو سمعت عنها شخص قريبي هو شوي افكاره شيوعية فنزل من رصورة او عمل شير رصورة فتقتل الشخص ده على باب محكمة العدل عنا في الاردن تمام فاللي قتله شيخ وهم رايزين يحضروا القلسة عرفت فرح الشيخ ضربه برصاص قدام المحكمة فطلعوا المسلمين عادي يقولوا انو ده الشيخ مبعوت من جهة امنية والحاجات زي كده وما بيمثلش الاسلام مش عارف ايه واساسا اللي ساعدته في الشارع ممرضة بس محقبة ومسلمة مش عارف ايه طب انت بتلمع على الشيخ اللي بيقتل وبترمي حملك على ناس تاني طب ما هو ده يعني عشان هو نشر صورة لتصوير يعني الله في عقل داعش انو داعش قاعدين كده في اوضة والله بيبص عليهم من الشباك بقولهم عايزين حاجة يعني عارف قاعدين مع الحوريات والحاجات الدين تصوير القنة في عقلية داعش بس فنفس الموقف اللي حصل مع المدرس الفرنسي يعني فعليا حتى انا مثلا بخاف مثلا اتكلم مع ناس هنا مثلا افهمهم انو مثلا التفكير اللي انتو فيه فاكيد خطأ ارقع اقرأ مرة تانية كتير ناس مثلا برايا بيختلف تعاملها بعد كده معاي وفي ناس ممكن متشددة ممكن يوصل انو يقتلوني فعشان كده ما بقدرش مثلا اتكلم في الحوار ده هنا بس الواحد يحاول يوحي الناس على حاجة او على سير خطاك طبعا يعني شاف النبينا العظيم فبس وحبيت بس اشارككم من زمانة نفسي بقد ان اوصلك ونفسي تعمل حلقة بس عن المعجزات في المسيحية يعني هاي يمكن اخر اخر امل كان عندي انو انو تطلع المسيحية صح وكنت انا بقد يعني بصلي ومش عارف ايه وبدرس كنت طلاب دين كمان في الكنيسة وكده بس فا يريد تعمل حل على المعجزات بس بكت عايزة فيش غلي يعني مصبور وشكرا ليك وشكرا ليعصر وشكرا لفادي كمان شكرا ليك كريم بيه بالحب 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 بالشيطان سلطان سلطان ماليش 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 إن شاء الله تكونوا بخير ودكتور جورج ماليش ماليش شكرا نعم 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 ماليش ماليش في الشرق الأوسخ فبضطر ومضطر إخواجي أنا كنت أشتغل بشركة 11 سنة ومديري اللي هو مفروض كان معه دكتوراه فبيمر المرات بالمكتب بقلب المكتب بقلب المكتب عم بيقلي وأنا من خلفه مسيحية وأن العالم بيعرفه أنه أنا مسيحي وأنني ما بيعرفه أنه أنا لا أؤمن بالأديان أنه أنا ملحد بيقلي أنه كل إنسان ما بيقامن بالقرآن الكريم هو إنسان كافر هيك علنا بالمكتب وفي ناس أنت مؤمن أنت مؤمن بالقرآن وتعمل يلي بيقلك على القرآن صح؟ طيب يعني أنت هلا أنا بنسبيل عليك كافي قال صح ومع النظرات يعني شو بدك تقول أنا بالنهاية جاي غراكد ورا رزقتي مثل ما بيقوله عرفت؟ فبعد فترة سبحان القلدة يعني بعد فترة اجتمعنا مني كم حدا من الشغل وهو كان واحد من هالكم حدا مديري يعني اجتمعنا ببارو عم نشرب كاس عم نشرب ألكول يا ابن الكلب أنا ما شربت شربت كسان عم فأزت معي هيدا الابن الحرام من شهر قال لي أنه أنا ملحد قدام كل العالم وبهدلني بتحس بي بنقص يعني ما ما عرف لأنه الكل اللي حوليك بصير يتطلع فيك بطريقة قال قلتلي أخي أنت تعال قال لك مش أنت ولاقي يلي أنه أنا كافر وأنه أنا رايح رايح على جهنم وأنه أنا ابن كلب لا قبل الحراب ما أنت شو عم تشرب ما ها أنت ممنوع لك الألكول يا حبيبة يا ماما طب معلش سلطان أطعك بس ثلاث ثواني بس أقول لكم تلمتين خلنا بس إحنا اللي معانا على الشاشة هم دول بس عبو آخر المدخلات الناس اللي معانا بقى في اللوبي نعتذر لهم جدا 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 هم دول اللي هناخدوا لهذه المشاركات وهنختم الحلقة على كده فياريت بقى الناس اللي في اللوبي عنا بنعتذر لهم جدا 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 اللي قدامنا على الشاشة دول هناخدهم ويعني وكفاية على كده معلش أسف لمقاطعة سلطان تفضل ولا يهمك ولا يهمك ياسف الفكر ما بارش بدي أوصفه بدون ما سب بصراحة بدون ما أشتم مش عارف شو انه انت عم تفرض على موظف تحتك مفروض انه انت مسؤول عن الانفايرمنت تبع شغله وانت حامل شهاد الدكتورة جاية عم توصف بي كافر وتنظر فيه نظرة أقل وتخلي الناس اللي حوله ينظروله نظرة أقل لبل التيم تبعي التيم تبعي أنا التيم ليدر حتى التيم تبعي عم بينظر لنظرة أقل بس من وراء تعليق متخلف عقليا وبتصير تضطر تعمل تمشي زيادة بالشغل أو بشخصيتك بالشغل وتجرب تكون أقسى بالشغل لأنه ما بدك تخسر ما بدك تخسر من العالم اللي انت مسؤول عن الديليفري وعن البرفوربنس وهايدا زنمي معه دكتورة ف هيدا القرب اللي نحنا عايشين فيه عندي أسئلة مبهمة فيكم ما عنده جواب يعني لقامت هيدا الخارة اللي نحنا عايشين فيه والقرف اللي نحنا يعني هيدا صارت مجرور اللي عايشين فيه مش منطق يعني ما بلومه هيدا الولد اللي عمره 16 سنة مع انه يعني هاك الواحد قلبه بيوجعه على اللي عم بصير الولد اللي عمره 16 سنة اللي قتل المدرس بيستوعه يعني صراحة انه بتطلع فيها ما بينلم لأنه هيدا البغر اللي كان اللي هون معه دكتوراه ولك شو عم بيقول فبالنسبة لقلي it's the same it's the same it's the same fucking act هيدا هيدا شغلة وشغلة التانية دكتور عن البنوت الصغيرة اللي يلي يلي قال يلي أخدوه أهلا إسرائيل مستشفى بإسرائيل الحيوان ابن الحيواني يلي كتب هيدا اوكي حدا عم بيقول الله بس الحيوان ابن الحيواني يلي كتب أنه إسرائيل أنت عم بتدافع عن إسرائيل هو شاف أم الفيديو أنه صهيوني هو شاف أنت شو بدك شاف أنت شو بدك بنوارا الفيديو كل هدفه وكل تركيزه وكل الخراء الخراء عم بيصب أنه أنه هي بإسرائيل وهن هي المخلوقة أباية المعتر نزل على إسرائيل لأنه ما في مستشفى بالعالم ما زال أنت العالم العربي والإسلام الفشيخ عملوا مستشفى تداوي هالمعترين جاي عم تعلق بس لأنه بإسرائيل شو بدو الواحد يقول يعني هيا نعم نحكي نحكي شوية على يوتيوب منكتب شغلة بدون ما حدا يعرفنا بتجرب إذا شي حيوان بتعرف وتقعد تفهم وتقل أنه الحياة فيها أكتر من هيك بس أنه أكتر من هيك ما يعني بيقتلوك مثل المدرس ومثل القبل ومثل هيدا الشاب اللي بالأردن يلي رسم كاريكاتور يعني يعني يا بتموت يا بتفقع أنت يا هن بيقتلوك يا أنت بتفقع بتروح سكتي الميا وبغير الأد ما بدك منهارك أنا بتشكركم على ما بتعملوه وأكيد فيه كتار مثليه وفيه شغلة قال الشاب الأردني قبل ياريت تعمل كمان حلقة عن المعجزات ومارشاربل والعضرة دخيل دخيل الله لو بيعملوا معجزة بيطلعوا بيترول كان تمام كل عالم بتعيش تمام مشكورين يا شاب هم متخصصين في التموين يعني الزيت إن شاء الله فيه مخصوصات قريبة سكر عرب وسامن وحاجة سائعة أنه أيها الزيت اللي نازلين فيه أنه عطول التمثال بيبق زيت بيبق بيترول خلينا نعيش مثل خلق شكرا يعطيكم ألف عافية شكرا ممكن أقول حاجة بس أنا بينا حاجة صغيرة كده إحنا معنا وفيه ناس كتير قوي في اللوبي ماكسويل ماكسويل لو سماعنا تفضل ماكسويل أحسويل أهلا 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 أنا شايف المشكلة أنا بصصت لها من وجهة نظر تانية خالص أنا بصصت أن الفكر في الشرق الأوسط والدول الإسلامية عندهم الفكر القبلي وأن هما ما بينقضوش يعني ممنوع عندهم حاجة اسمه ما هانتقض أي حاجة آآ اللي هو بيعتبر آآ محمد أو الإسلام أو القرآن أو مصر أو بتاع كانك بتشتموه هو شخصيا كانك بتقوله مثلا يا ابن كذا آآ أبوك كذا أمك كذا دي اشتمو وجهها بشكل شخص كل حاجة عندنا بناخدها بشكل شخصي النادي الكورة بشكل شخصي البلد بشكل شخصي آآ للأسف الثقافة دي طبعا اتخلص منها الغرب بشكل كبير بدلل أن هما نفسهم بينقضوا نفسهم نحن نشوف في أمريكا مثلا بيعملوا أفلام كتير بينقضوا السياسة الأمريكية ويتدخلها مثلا في دول العالم الثالث في حرب فيتنام في العراق في حاجات زي كده هما نفسهم بينقضوا ده البابا الكاسوليك نفسه وانتقد الحرب الصليبية واعتذر عنها وقال إن كان تصرف غلط أو دي حاجات غلط لكن بالنسبة لنا إحنا كل حاجة في الشر الأوسط دي التبوهات هي نبعة من الناحية القابلية واللي بيرسخها أكثر الدولة نفسها لأن الدولة سواء بقى إن هي بتقول عن نفسها مدنية بتقول عن نفسها علمانية بتقول عن نفسها علمانية هي الدولة نفسها بتمنع عملة عملة الحاجات دي التبوه محدش يتكلم في ده محدش يتكلم في ده محدش يتكلم في ده لأنه هو بيحمي نفسه هو كحيكم هو بيحمي نفسه بس فهي دي نفسية دي يعني دي ترساخت في الطفل من هو صغير دي حتى الملحد يعني هو في النهاية أنا ما عملتش حاجة عشان أكون مصري يعني للأسف أنا أتولدت في البلد دي مثلا يعني وبعث مع ذلك لكل كل واحد المتوقع مني إن أنا ميجي يقول مثلا مصر دي كذا إن أنا أنتصد وأقول يا وإزاي ومش إزاي لي يعني على فكرة ممكن يكوننا موافقوا على الرأي إحنا بنا وبن بعض بس في مصر بتقول البلد دي كذا والبلد دي كذا لما يطلعوا بره يعني إزاي حد يقول علينا كده فما أنت كنت بتقول عن نفسك كده أصلا بس يعني أنا أنا أسف إن أنا برضو مش هطول علشان الوقت وكده وأنا سعيد جدا بإني دخلت معي مرسي بتكلم أنا والمائك مقفول شكرا لك ماكسويل وبالحب بالحب بالحب وسام سام حبيب قلبي الوقت ده زابط الحنفية أنا شايف زلدة الحنفية عليكم أنا شايف إن الوقت ده زلدة الحنفية أنا أور أنا أبتدت أبقى ديكتد عليكم الموضوع النهاردة كويس جدا على فكرة الستتين الالتين ستات اللي في فريس ما ما توشهم ما طعنوا بس وده طبعا ربض فعل طبيعي لاي حاجة ده ده عاجي جدا أنا شايف الموضوع واحد إن الناس دي أصلا المسلمين عمول خصوصا منطقة الشرق الأوسط ما فيش جود التعليم ما فيش أي حاجة فهم حابة جهلة لما أنا بابقى تفرق وفي ترابيزة أنت بتقول لي عليها أنت بابقى بابقى اسمها كورسي فأنا بطلع مسميها كورسي وما عنديش في الدراسة عندي فكرة نقضي أنا ما أقدرش في عندي كريسيكال ثينكين هقول إزاي ده لأن أنا أصلا مش عارف أو تعريف الكورسي أو الترابيزة إيه لما بخرج برا لما بشوف حاجة على النت بتبدأ الحاجات تتغير وما فهم تتغير فالولد اللي عمل ده مجرم طبعا لكن ده ده طبيعته بجانب طبيعته بقى المسلم الحق إرهابي ده 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 ملوش كلام يعني ده مفيش اللي مسلم حقيقي وعجب مسلم لازم يكون إرهابي وده دين المعزة بتاعته ده 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 ما نجدعه بي ده هو كده لكن في نفس الوقت يعني في الموضوع أنا عندي في لندن وفي ألمانيا أصل كل الجماعات الإرهابية واخديني القوامة والجوء السياسي وعشان بالهم أبو طريق رمضان ده من الخمسينيات وهو في في ألمانيا أبو له هو يبقى جوز بين حسن البنة أو حاجة كده خد باله لأن أنا أعرف الناس دي كويس الإمام الشهيد حسن سبين بالزبط كده بالزبط ده هما بيعزموا أكتر من الرسول بتاعهم الإخوان وده طبعا يوريك أديهم عندهم عقل يعني ف ف للأسف عشان فيه اقتصاد وعلشان فيه بترول وجاس وكلام زي كده وعلشان فيه توازنات سياسية الدول دي بتحمي الناس دي والناس دي بتروح هناك وقول لك آه حقين عليهم وطبعا اللي يجي منهم محسن منهم بيبقى شاحته ومعرف نوتيزه مع الشفا وبيجي يركب عربية وبيجي ما عرفش إيه أنا مبسوط جدا إن إحنا بعيد جدا عن الناس دي هنا في نيوزينم ما فيش النوعات الوزخة دي كتير لأن هنا الناس بعيد أو هتوصل إزاي صعب فأنا شايف من الناحيتين اليسار المخصي ما وصلش عندكم لزه إحنا عندنا الحزب اللي هو زي الحزب العمال لا أنا مش بكلم على اليسار العادي في اليسار العادي في اليسار المخص عارف اللي هو لا أحنا ما عندناش لا 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 ما عندناش خالص ده ما عندناش الفترة بتاعة آه افتح وتعالى وروح ونيجي لا رغم الحادثة أنا اتفرجت على حلقة الفاجة عملت من سنة وشوية على مضوع الجامع ولد استرالي دخل وصفله خمسين واحد وخمسين دي طبعا شوكينج بالنسبة لنا إحنا عمرنا إحنا جريمة قتل بتحصل في مرة بتقعد ست شهور في التلفزيون كل يوم وفقرنانا ما عندناش الحاجات دي خالص فلما ده حصل كان طبعا شوك بالنسبة لنا لكن في نفس الوقت هم نفسهم الشرطة هنا برضو مرقبة كله ومرقبة المسلمين علشان برضو ما بقاش فيه ريفينج علشان ما بقاش فيه حاجة ضد المسيحين اللي هنا وإحنا هنا عموما بلد علماني قوي قوي يعني إحنا الناس بتبتدي تروحوا الكنيسة بعد سنة الخمسة وتمانين قبل ما تموت بشوية بس كده لكن ما فيش أكتر مكان بيلعبوا بفرين ناشئ تحت خمسة وتمانين بتاع كفة نجيسة أنا بس أنا بس السؤال اللي مجننني أنا بينا حاجة واحدة هو ليه الإله الإبراهيمي ده اختار منطقة الميدل إيست علشان تبقى مكان كل الأرب هو أصلا لو كان يعرف إن كان هناك فيه بترول كان خلى أوروبا هناك هذا رائع يعني والله مرة مولانا قال المفروض الدول الغربية تقاضي منطقة الشارع الأوسط لأنه هم اللي بعتلهم كل الأرف ده حتى الأديان اللي هو يعني يعني الدول الغربية دي اللي هو ابتليت بالمسيحية كده ولا كان يعرف الكلام ده كان عنده ثور وبتاعه وأودن والناس الحلوة ابتليا بالمسيحية كده يفروض يرفع عليهم قضية والله أنا فعلا بستغرف جدا هو ليه كده يعني ليه كده ليش معني منطقة الشرق الأوسط عشان طبعا منطقة كلها خرافات وعلى طول من قبل التاريخ لكله حتى من عام الفراعنة لازم يتعمل دين وأنا شايف أن موضوع الدين والسياسة ماشي مع بعض وتجلى جدا مثلا في أيام كوستانتين هو عايز يسود سياسيا فخلى دين واحد فخلى طائفة واحدة أنا ده رأي الشخص ما عرفش أنت يكون رأيك إيه دكتور جورج ومشكر جدا على وقتكم يعني I do enjoy everything thank you so much and keep it up because we do need it من منحد قديم من نفس أيضا مله إبراهيم شكرا مع السلام يا سلام مع السلام شكرا لك بالحب 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 يا سامبي في يعني أخوالنا أنا حطيت الرابط وإحنا بنقفل الحلقة وعمليني تكتبولي في الشات نبينا في حد مسلم عايز يعمل مداخلة في حد مسلم عايز يعمل مداخلة يا أخوالنا أنا حطيت الرابط تاني لو الأستاذ المسلم شكرا لك يا شبح خلاص بقى اللي كان اللي عايز يقول حاجة كان جيه على فقدر طب ناخد مداخلة ختمية نبينا والله يا شكرا لك يا شبح يعني أنت صاران معنا لحد دلوقت عشان نعمل الحلقة دي وتحملت ظروف يعني لحد ما عملنا الحلقة في المعدة وشكرا لكل الناس اللي سمعتنا أو هتسمعنا والناس اللي عملت معنا مداخلات كانت مداخلات قايمة كلها جدا الناس بتسأل الحل فين مثالي أنا قلت الحل ضمنيا كده بس سأقوله تاني الحل في العلمانية في أي حد أي حكومة بتحترم شعبها بتحترم نفسها تعمل عندها علمانية لأن العلمانية مش زي ما انتوا أيها الجهلاء والحمقة بتصدروا للناس أن العلمانية هي الكفرة أو العلمانية هي محاربة الدين العلمانية ببساطة هي فصل الدين عن الدولة بس وكل واحد ياخد حريته في كل حاجة طالما ما بيقزيش حد انت عايز تبقى مسلم مسيحي شيعي سني عبد السلام تعبد نملة تعبد فيل تعبد شعر المؤخرة بتاعت انت حر انت حر طالما ما بتقزيش حد ومن حق أي حد يقول أي فكرة ومن حق أي حد ينتقد أي فكرة طالما الكلام ده في الآخر ما بيوصلش لا يعنف ولا تحريض على العنف ولا لعمل مشاكل في المجتمع الدول العلمانية كلها دول نكحة واضح المصائب اللي بتيجي عندها من هين بتيجي من عند الناس اللي لا يؤمنوا بالعلمانية اللي هربانين من الدول اللي مفاش علمانية عشان يجي يبوز عليهم العلمانية بتاعتها دي الحقيقة اللي مش شايف كده بقى ما يشوفش وشوقت المعرصين بتقع بقى ايه هذا لا يمثل وهذا لا يتنيل على عينه ولا بتاعه نبقى ندخله معهد التمثيل عشان يبقى يمثل أقولولنا مين اللي بيمثل والدعوات لتقييد الألسنة يعني يعني أما يطلع لك واحد مقفون يقولك عايزين نعمل قانون عالمي لإصدارات الأديان من قانون عالمي انت مش واخد بالك ان انت أول واحد هتلطت على فكرة لأن القانون العالمي لا يقولك ايه ممنوع ان انت تزداري دين اي حد فممنوع ان انت ما توقف تصلي تقول ولا المخضوب عليهم ولا تضلين ولا تاخد معاك تحت بطك كتاب ابن تيمية وانت رايح ما ده اصدراء اهو ولا انتوا فاكرين ان العالم كله زي الدول المغيبة المتخلفة بتاعكم اللي هو القانون ده مش هتنفذ على غير المسلمين انما المسلمين حقهم عادي ان هم يشتموا الناس ويشتموا قديان الناس وينتقدوا عقائد الأخرين ده مش اصدراء ده اشتريتما عالني مفيش مشكلة وبقى نقعد نسأل هل ياجوز مش عارف تهنئة مش عارف مين ده ايدهم هل ياجوز ان انت مش عارف تدخل الحمام وتعمل ايه كلام الفاضي ده العلمانية هي الحل بس كده بسيطة وحتى يتم تنفيذ العلمانية دي المفروض الكلام يبدأ من الحكومات على قل يعني لان انا لاحظت حاجة غريبة اليومين دول في كده بعض المسلمين تم تروضهم ليه لان هو شاف الموضوع امر واقع هو بيدخل على يوتيوب بقاله مثلا خمس سنين ست سنين فعارف ان في حاجة اسمها ملحدين وعارف الملحدين دول بيتكلموا ازاي وعارف يتكلم معهم ازاي هو مسلم بس بدأ يبقى عنده تقبل للفكرة ان فيه ناس ملحدين وبدأ كمان يختار لنفسه انا ده مش عايز اسمعه ده عايز اسمعه ده بيشتم مقدسات انا مش عايزها بقى موجود في المكان اللي هو فيه ده مش عايزها تخلق القناة تم ترويده عارف ان فيه ناس اخرى معاه في هذا الكوكب لكن فيه ناس تاني اكتشفت ان هم لسه لسه جداد على الفيلم يقولك ملحدين يعني ملحدين يعني اللي هم بيعملوا ايه ولسه بقى اللي هو بعقلت ايه اول ما تقوله مش عارف بيشتمر ياسحة بس في وجري بيشتمر رسول دول لازم يتم ترويدهم عشان الناس تعيش في سلام هيتم ترويدهم ازاي دول نوع عيش في مكان فيه علمانية عيش في مكان سامح للافكار الاخرى انها تتكلم عشان بعد كده ما يطلعش اقتلك حد الناس بقى يعني المفروض الحكومات تركز اكتر او السلطات القانونية تركز اكتر على العام القلق مش اللي بيقولك المتين اللي بيقولك المتين ده بيروض لك بقية الناس بيعرف الناس حتى ان فيها افكار مختلفة وفيه ناس مختلفة وممكن تتعايش معاهم لكن اللي بقيت لها يقولك قال يا سيدنا ابن المنذر عن مش عارف الشافعية عن قطاة ده انا مش عارف ايه ونقتل مين ده بقى المفروض يكون هدفك انت كسلطة قانونية ده اللي بيعمل مشكلة ده اللي بيحرد الناس ده اللي هتوصل الكلام بتاعه ده هيوصل بالنحدي تقتل فالمفروض دي تيبقى مشكلة مش مشكلة كانت عمل تجري وراء ناس يقوله رأيهم ما يقول رأيه ايه المشكلة بتقسك بتجبرح مشاعر المسلمين لما اخذ المسلمين جرحين مشاعر العالم كله كلام اللي هم بيقولوه بس في صلاتهم كلام اللي مبتوف في قرآنهم جرح مشاعر الناس كلها والناس متقبلاكم فبلا بتجرح مشاعر مشاعرك دي بالكيلو مثلا لمواغزة يعني بتجرح مشاعرك دي هو ايه يعني مشاعرك دي اللي هو كم كيلو او بتجرح ازاي يعني بنيتعمل فيها ايه بالزبط او نقيس ازاي قوة جرح مشاعرك يعني بيتقاس بايه بالمتر طز فيكو في مشاعرك لو مشاعرك دي عايزك تخلي التحريض على القتل عالني عادي وان حد ينتقد فكرة متخلفة انت بتتبيعها ده بيجرح مشاعرك توزف مشاعرك طب انا بينا معلش هو دلوقتي هو بنجرح مشاعرك وهو ما بيجرحش مشاعر واحنا طول عمرنا من الف وربعمين سنة ويقولك والمغضوب عليهم ولا تضلين والمغضوب عليهم ولا تضلين والمغضوب عليهم ولا تضلين النصارى والمسيحيين اللي بيعيشوا في الدول الاسلامية ما بتجرحش مشاعرهم كل يوم ما هو ده شبح فكرة التعالي الاسلامي انتظروني في مفاجأة قريبة يعني عن الموضوع بس ده فكرة التعالي الاسلامي هو شايف نفسه خيره امة اخرجت للناس خيره محزة اخرجت ارطاص كده العارف الشعارات القوية دي بس شعارات رنانة فارغة بل ها ليه بقى احنا احسن ناس في الدنيا ليه ساعتك عندك حاجة زيادة ايه عندي دين لا والله يعني انت احسن احسن واحد في الفاصل مثلا بيبقى ايه اشتر واحد في الفاصل بيجيب درجات اعلى من الناس كلها اشتر واحد في الدفعة الاول على الدفعة انما انت احسن واحد في الناس عملت ايه اصل علماء المسلمين من الف سنة عملوا مش عارف جابرو اللي مش عارف ايه وبعدين وعلماء اليونان من الفين وتلات تلاف سنة عملوا الفلسفة اللي المسلمين يستخلوها وترجموها عشان خاطروا يتعلموا ما بيجوش يقولوا ايه ان احنا احسن ناس في الدنيا انتجاتكم ايه اللي طالع يقول لك انا اقطع المنتجات الفرنسية ونستبدلها بمنتجات اسلامية اللي هي ايه انت احسن واحد ايه عشان انت ايه عشان انت اولح حاجة انت انسان عادي جدا انت في سوق الامم كده ما تسواش حاجة ما بتقدمش اي حاجة ما لكش اي انجازات بص كده في تاريخ الادوية وتاريخ الاعلماء وشوف كم اسم منهم من الاسماء بتاعتك عشان تعرف انت حجمك ادي ايه فالتعظمة دي كلها على ايه النفخة الكدبة دي كلها على ايه انا احسن واحد في الدنيا ايه عشان انا بعمل ايه بص في الملايك كده واسأل نفسك انت احسن واحد ليه عشان انت مؤمن بواحد مات من الف وربعمائة سنة وهو قال لك كده بس هو دي الجبل الوحيد اللي هتلاقيه عندك انت بتتبع دين مختلف عن باية الاديان فانت ادلك صلاحية ان انت تتبقى احسن واحد في دي اشتمي الناس لكن احدش اشتمي انا تطول على عقائد الناس محدش يتكلم على عقائدتي انا اقول على مش عارف مين ايه لكن محدش يجي ناحيتي لكن لما بيصطدم بارض الواقع دلوقتي بيبتل يصرخ بقى وتشوف بقى اللي احنا بنشوفه ده يطلع بقى يقتل ويفجر ويعمل عشان مش قادر يتحمل فكرة انه هو انت بيك زيرو انت صفر لو تقبلت فكرة ان انت صفر ممكن تتعلم انما طول ما انت صفر وفاكر نفسك مية مية هتفضل طول عمرك صفر وهتفضل طول عمرك في ذيل الامم وهتفضل طول عمرك متخلف وهتفضل طول عمرك عمال تبذل الدماء والارواح ودونه والارواح وبتاع عشان خطر ناس متوا من 1400 سنة بس دي كل كده دي هتبع تانجازاتك على وجه البسيطة انت بتبذل روحك عشان واحد مات من 1400 سنة عشان ايه ولك اسوه يحارب الله ورسول يعني يحارب الله دي ازاي يعني مو جدش حالي بيعمل ايه يعني شايل سيفه بيبارز الله مثلا بيحارب الرسول ازاي واحد مات من 1400 سنة بتحاربه ازاي بقان يعني اللي هو بتعمله ايه مصطلحات كبيرة اطلقوها هؤلاء البلهاء الشافيعي والحمبلي والخرطبي والزفت الاشكال دي من مئات السنين ومازال لحد النهاردة هؤلاء المأفونين متبعينها ومفاكرين ان دي قمة العظمة هو كده عظيم جده عالم يا ابني عالم عارف ربنا الايه عارف بقال الله وقال الرسول وبعدين ما هي انتجاتك لا شيء بيك زيرو ولا حاجة يا فندم هتلينا هتلينا واحد واحد بس خد جايزة نوبل في اي مادة علمية هتلينا اي واحد من الاتنين مليار دول اا جب اا عمل اللي اخترار هو طبعا قليلين جدا يعني قليلين يتعدوا على صابع الليل لوحدة واساسا تلاقيه يعني ليس لها ولا قبل الاسلام ده لا من قريب ولا من بعيد وبعدين ما خدهش بنيان على ان هو مسك القرآن وطلع منه مثلا حاجة ما هو خده عشان تذاكر ازاي بقيت الناس اللي خدت الجايزة يعني بس ما فيش اي حاجة ما لكش فضل عليهم يعني ده انتقال لواحد فيهم بس ده الطبيعة يعني عادي زكرته وعملت حاجة وانجزت حاجة علاقة الدين بالموضوع هل انت احسن واحد في الدنيا عشان انت خدت جايزة نوبل ولا انت احسن واحد في الدنيا عشان انت عندك كتاب مكتوب من الف وربعمائية سنة بس كده اقوله قولي هايزة استغفر الجلدة اللي هو لكم شكرا طب نبينا ماشي خلاص نختم على كده يلا بينا شكرا لكم ساعدنا بكم نرجو انكم قد اسعدناكم مع تحياتنا قناة الاخر اشتركوا في القناة